بعتذر جدا جدا عن العطل الفني اللي حصل آخر كم دقيقة وبرجع تاني أقولكو أننا النهاردة ودلوقتي آخر فقرة ونعلق مع حضراتكم على أهم الأحداث اللي حصلت على مدار السنة اللي فاتت 2011 مع أميات أنه السنة الجديدة تبقى أحسن ونشوف المرحلة الثالثة في انتخابات مجلس شعب ثورة هتعمل إيه بشرفنا يكون معنا أستاذ محمد أبو حامد نائب رئيس حزب المصرين الأحرار وعضو مجلس شعب عن دائرة قصر النيل نهارك سعيد يا فندي أهلا بيكي نهارك سعيد مبدأين منورنا ومبروك يا جامعة أخار شوية بس بحس أننا بنقول مبروك بقلب كده جدا لكل المستقلين اللي نجحوا غير التاري الإسلامي لأنه حاسين كانت معركة طويلة وأكيد حالك كلمت عنها في تلفزيونات وكلمت عنها في برامج كتيرة فألف مبروك بالتوفي في المرحلة الجاية شكرا فندي شكرا جزيلا عايزة أسأل حضرتك كده عن 2011 أولا يعني شايفها كلها على بعضها إزاي بما لها وما عليها يعني والله يبصي هي سنة 2011 سنة التغيير الجزري في بلدنا يعني هي السنة اللي قامت فيها الثورة وحصل فيها كل تغيرات سواء السياسية أو الاجتماعية اللي احنا دلوقتي بنتعامل معاها وشايفين قصرها وطلع حاجات كتير قوي يمكن كانت موجودة بس كانت موجودة مش على السطح ما كناش شايفينها قوي لكنها دلوقتي طلعت على السطح وبقى كل المصريين مطلبين أن هما يتعاملوا معاها زي ما انت قلت من شوية الطيارات السياسية الإسلامية الطيارات دي موجودة في مصر من سنوات طويلة قوي لكنها ما كانتش بتشارك في الحياة السياسية بنفس القوة وبنفس الظهور الموجود دلوقتي والآن بقت لعب أساسي جدا في الحياة السياسية الشعب المصري كله بيتعامل معاهم دلوقتي وهو كأنهم كانوا حاجة غريبة يعني كأنهم حاجة ما كناش متوقعين أنها موجودة في حين أنهم كانوا موجودين وكانوا منتشرين جدا في معظم المحافظات مصر وعدد كبير جدا من المصريين يا إما كان بينتمي ليهم يا إما كان بيتعامل معاهم لكن عدم تأثيرهم في الحياة السياسية قبل الثورة عدم ظهورهم إعلاميا بالشكل اللي موجود دلوقتي قبل الثورة كان ميخلي فيه فئات من الشعب يمكن مش شايفاهم قوي ودلوقتي بقينا كلنا مطالبين نتعامل مع كل ده يعني هو الإحباط بعتقد جاي لبعض الفئات من أنه مثلا طبعا إخوان المسلمين شغالين فعلا على الأرض وبيشتغلوا سياسة بقالهم كتير اللي كان يعني الناس كتير استغرابت عليه هو حزب النور تحديدا أن هما من الناس اللي كان عندهم تصريحات صريحة ضد المظاهرات وضد ثورة 25 يناير فلما يبقوا ضد ما يحدث وبعدين هما ياخدوا تقريبا المركز التاني في انتخابات مجلس شعب الثورة مجلس شعب يعني أول مجلس شعب ننتخبه ديب علي أن تفهم ولا أنا بيتهائل بصي هقولك حاجة هو إحنا لازم يعني كناس قمنا بصورة وعايزين نحرر الشعب كله وعايزين نوصل لمواطنة كاملة مفيش إقصاء لأي حد يعني الطيار السلفي طيار مصري الأعضاء المنتمين ليه من المصريين ومن حقهم أن هما يشاركوا يعني فمشاركتهم ما هياش حاجة غريبة لأنهم مصريين ليهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات يعني وفكرة أن هما كان عندهم فتاوى ما قبل خروج على الحاكم الصورة أن هما ما ينفعش نخرج على الحاكم ما ينفعش نعمل مظاهرات وما شابه ده بالنسبة لهم كان وسيلة لكسب رضا السلطة وقتها وكانوا شايفين أن هما بكده بيحموا المساجد اللي هما مسيطرين عليها بيحموا الدعوة اللي هما بحاولوا ينشروها ما بين الناس ولما قامت الصورة كل الطيرات الإسلامية اقتنعت أن دلوقتي وقت السياسة كلهم بلا استثناء كان فيه ناس قبل كده مقتنعين زي الإخوان المسلمين وكان فيه ناس ما كانوش مقتنعين قبل الصورة لكن اقتنعوا بعض الصورة أن دلوقتي مرحلة السياسة والحكم وما شابه يعني وبعدين كل ما تتحرك الأحداث أكتر وأكتر ويلقوا أن هما أخذوا كراسي في البرلمان ما كانوش بيظهروا إعلاميا دلوقتي تقريبا كل القنوات بتتهافت على لقاءات معهم ده كله بيكبر المواضيع قوي وبيعلي سقف الطموح يعني أنا متخيل أنه حتى الإخوان المسلمين نفسهم طموحهم قبل ما يشوفوا العدد المقاعد اللي خدوها في البرلمان حاجة ودلوقتي ممكن جدا يكون سقف الطموح يتحرك لمكان تاني صحيح ما كان الأول التصريحات 20% 30% 40% ودلوقتي أخذين ما عرفش نسبة دي بس نسبة كبيرة ده وانحيي ده وانحيي يعني في الآخر هم حولوا العملية السياسية من ممارسة سياسية واستفتاء على أو انتخابات على برامج سياسية واقتصادية ومشابه إلى كأنك بتنتخب يا إم ربنا يا إم أي حاجة تانية يعني هو ده اللي حولوه مع الأسف يعني وفي الحقيقة إن عاجلا أو أجلا الشعب المصري هيتأكد أنه الدين بما يعني من قداسة وتقدير في قلوبنا جميعا كمسلمين ومسيحيين حاجة وأن الطيارات السياسية حاجة تانية خالص يعني هيبان جدا أنه النواب بتوعهم بشر وهيتعاملوا ويظهر مشاكلهم في التعامل هيبان جدا أنه حل مشاكل البلد مشاكل الفقر ومشاكل التعليم والمشاكل السياسية حاجة وأن القداسة الدينية حاجة الناس فاكرة أنها لما هتختارهم هم هيجوا بعصاية سحرية ويحلوا بقى كل المشاكل يعني إن عاجلا أو عاجلا هيبان ده وكان في دول قبلنا برضو لما تخلصت من الاستبداد جابت الطيار الإسلامي بأغلبية والانتخابات اللي بعدها قلت النسبة والانتخابات اللي بعدها قلت وقلت لغاية ما بقى الطيار الإسلامي مثلا واخد 5% فكأنه ابتدى بـ 80% ولا 70% وقاعد يتراجع إلى 5% تقضى أندونيسيا من النماذج دي من النماذج دي فده هيحصل يعني إحنا بس مخدودين يمكن عشان التصريحات اللي بتقول إن حياتنا كأنهم هيشقلبوها يعني فيمك عشان كده يمكن الناس مخدودة طيب بما أن حدك نائب حزب المصرين الأحرار نائب رئيس حزب المصرين الأحرار تم استخدام اسم نجيب ساويرس بشكل كبير جدا ده لقمان بتصريحات مهندس نجيب ساويرس اللي كانت صادمة الناس كتيرة ومعتقد أنها تم استخدامها في الدعالة الانتخابية إذا كان على مستوى الكتلة المصرية بشكل عام أو على مستوى الحزب نفسه حيك شايفنا ده ممكن يكون قلل المقاعد اللي كان ممكن ياخدها الكتلة أو المستقلين طيب هقولك حاجة إحنا كحزب مصريين أحرار أو ككتلة الحزبين الأساسيين اللي فيها تم تأسسهم بعد الثورة وإشهرنا بقالوا أربع شهور فعايزين نتفق أنه المصر الديمقراطي المصر الديمقراطي ومصرين أحرار فعايزين نتفق أن النتائج اللي اتحققت وعدد المقاعد اللي احنا حققناها مقارنة بأن احنا بقالنا أربع شهور ده إعجاز ده مهم طيب الحاجة التانية بقى بغض النظر عن تصريحات المهندس نجيب احنا من أول ما ابتدنا الحزب ومن قبل ما المهندس نجيب يقول تصريحات وكانت الهجم على الحزب وعلى شخص المهندس نجيب ابتدت يعني قبل ما يقول تصريحات قبل في عز ما كان المهندس نجيب خارج من الميدان وكان في مجالس حكماء ومشابة بمجرد ما دعا لتكوين حزب ابتدت حملة أن ده حزب الأقباط أو حزب المسيحيين أن ده مدعوم من الكنيسة ان ده حزب رجال الاعمال يعني عايز اقولك انه هما كده كده وجود المهندس نجيب او عدم وجوده ما كانش هيمنع هجومهم علينا هما بيهجموا علينا كحزب عشان احنا مؤثرين يعني ولذلك انت شوفي في احزاب كتيرة جدا اتأسست بعد الثورة طيب اشمعنا احنا اشمعنا حزب المصيين الاحرار اللي تلقى منهم الهجمة دي مش عشان تصريحات او غيرها لان التصريحات بيتم تأولها تبقى لما يخدم اهدفهم السياسية وهما اللي بيحولوها لتصريحات ضد الاديان وفي كل مرة بيعملوا كده بيطلع المهندس نجيب ويبين وجهة نظره وبيبلل الناس انه لم يقصد ابدا الاساء للاسلام او للمسلمين او التحالف ضد الاسلام والمسلمين لكن هما بيصروا على ده مش عشان بقى هو مسيحي ولا عشان هو قال تصريحات فعلا ضد الاسلام مش كله لان هو اساسا ما عملش كده لكن عشان هو مؤثر طيب انا دخلت في دائرة قصر النيل وانا اسمي محمد ومسلم والمفروض ان انا عندي خلفية اسلامية مش بطالة يعني وعلى الرغم من كده اتقال ان انا مرشح الكنيسة واتقال ان انا بعتديني واتقال ان انا المهندس نجيب يشتراني يعني اتقال حاجات هو الفكرة انت اذا مؤسرة واذا بتنفسيهم هيبتدوا يوجهوا لك اتهامات حسب بقى حالك يعني احنا روما كانش معانا المهندس نجيب وكنا اشخاص عاديين جدا كم برضو هيدوروا على حاجة ويهجمونا منه وانا شايف ان وجود المهندس نجيب في المصريين الاحرار كداعي رئيسي لي كمواطن مصري ما هوش الوحيد برضو لا سنوضح ده ما هوش الوحيد بس انا عايز اقوله في الحقيقة يعني انه احنا شفنا سياسيين ورجال اعمال ما كانش عندهم جرئة المواجهة واللي عملوا زي المهندس نجيب وواجهوا قلة جدا يعني مثلا حزب الوفد بكل ما يعنيه من قوة تاريخية لما حطي ايده في ادن الاخوان خزل كل المدنيين وما كانش عنده جرئة ان يقف ويدفع عن المدنية فاللي عايز اقوله انه يعني المهندس نجيب وان كان في بعض تصريحات فيها جرأة وفيها تلقائية ممكن ان يعني يستغل لكن من الناحية التانية كم المجهود اللي هو بزله عشان الحزب يتكون لو لم يبذله هو والمجموعة الاولى ممكن ما كانش بقى في حاجة اسمها مصرين احرار فاحنا مش عايزين نشوفها بالعين دي يعني وكان لسه اظن في لقاء في قناة الحياة اتكلم هو وقال ان انا كان قصدي في الجملة دي كذا وكان قصدي هنا لكن هم استغلوها مع الاسف استغلال سيء يعني النائب محمد ابو حامد الثوار بشكل عام شايفين انه مطالب الثورة ما تحققش منها حاجة خالص في بينهم شايف انه يعني حتة تحققت وحاجات كتيرة والحاجات الاهمة ما تحققتش حضرتك من انك يعني دلاتي عضو مجلس الشعب ومنتخب اكيد حيثك بتتوصل مع الناس منهم الشباب ومنهم شباب الثورة وكل الناس حيثك شايف انه الثورة حققت اي حاجة ولا لسه كتير ما تحققش ولا تحقق كل حاجة بصي اقولك حاجة على مستوى يعني تطهير البلاد من الفساد والافساد يعني الثورة حققت نسبيا مكاسب يعني لما نقول ان تم ازالة النظام الحكم السابق على الاقل على مستوى الرموز الكبيرة بداية من رئيس الجمهورية السابق وامتدادا للوزارة وقيادات الحزب الوطني واسقاط الحزب الوطني دي كلها انجازات لكن على الرغم من كده ما زال فيه نسبة اكبر من مطالب السورة لم تتحقق بعد يعني لما نتكلم على اعادة بناء المؤسسات بشكل يضمن ديمقراطية ادارة البلاد يضمن انه كل المواطنين هيكونوا مشاركين يضمن ان معاني الحرية والعدل والمساوال اللي السورة كان من ضمن مطالبها انها تحققها ان دا تحقق ولا لا مع الاسف لا يعني احنا يمكن اه اسقطنا رموز للفساد والافساد بس لسه وانحنا بنبني مظاهر البناء وفكرة هل احنا طرعا فعلا رايحين لديمقراطية ومواطنة كاملة ولا لا لسه دا مش واضح قوي لما نتكلم على مثلا مطلب زي محاكمة من افسدوا الحياة السياسية في مصر اللي سرقوا اموال الشعب المصري محاكمتهم محاكمة عادلة استرداد الاموال اللي نهابوها برضو لما نيجي نتأمل المشهد كده فلسه لم يتحقق هذا المطلب لما نيجي نتكلم عن محاكمة اللي قتلوا الصوار او اصابوهم سواء في الثمنتاشر يوم الاول من الصورة او في الاحداث اللي تالت دا احداث مسبيرو احداث محمد محمود ومؤخرا احداث مجلس الوزارة نفس الحكاية الشباب طلعوا يتكلموا عن البطالة ودلوقتي مع الاسف مع التراجع الاقتصادي نسبة البطالة زادت الامن واني بقى في مجتمع آمن ومشابه واستعدت الامن بعد الانفلات الامني اللي كان مع الصورة برضو دوت ما هواش مع الاسف اتحقق ان يبقى في خطوات جدة قدام الناس ان احنا فعلا رايحين لحكم مدني مش ان احنا خرجنا من استبداد فاسد وهندخل في فكرة الاستبداد من الخلفية الدينية او على اساس ديني الكلام ده كله لما بتحط قدام شباب الصورة او لما بتحط قدام المواطن العادي اللي موجود في الشارع يعني لا هو سياسي ولا هو عنده طموح سياسي بيدي له احساس انه لم تتحقق مطالب الصورة وعشان كده الافكار اللي بتطلع تقول يبقى الصورة لسه ما خلصتش وعايزين نعمل صورة تانية كل دوا بيبقى رد فعل على تأخر المطالب دي عشان كده بنقول اذا احنا عايزين ان الشارع المصري يهدأ عشان يعاد بناء المؤسسات لابد مش نقول بقى تصريحات وانما لابد ان يحصل حرك على الارض عملية فعلية تقول للناس ان احنا فعلا بنتحرك تجاه مطالب الصورة وتجاه مطالب الصوار وحتى لو في مطلب احنا مش قادرين نحققه لأي اسباب لازم يطلع حد ويكلم الناس لكن فكرة ان المطالب ما تتحققش وما حدش عارف يتواصل مع الناس قوي سواء من المجلس العسكري او من مجلس الوزراء او حتى من القوى السياسية فده بيدي انطماع للناس ان فيه مؤامرة انه الصورة تسرقت فيه تجاهل عام دي فيه تجاهل الى اخر ذلك حيك ذكرت احداث مسبيرو احداث محمد محمود احداث كمان مجلس الوزراء والشهداء اللي راحوا فيها والمصابين وعلامات الاستفهام الكتير جدا على الاحداث دي بدايتها ليه وانتهت ازاي والناس اللي ضعوا في النص ضعوا ازاي ومين اللي تسبب في ده هل ده يصنف فشل المجلس على القاتل مسلحة في ادارة البلاد هل ده سوء ادارة هل ده ده معنى ايه بص يقولك حاجة يعني وده حابب بس ان الناس تفرق ما بين ان احنا نكون يعني بننتقد اخطاء وما بين ان احنا بنتجرق على الجيش لان الجيش مش هيختزل في المجلس العسكري لازم كلنا نعترف انه الجيش المصري كان ليه موقف مشرف جدا في حماية الصورة والصوار وانه قرر انه مش هيضرب الشعب المصري بغض بقى النظر اتأمر ولا ما اتأمرش فدي حاجة لازم نعترف طبعا لكن في الحقيقة الجيش نفسه لازم يتأمل انه لما تنحى الرئيس السابق كان الشعار اللي الشعب المصري بيقوله الجيش والشعب ييد واحدة وكان شباب الصورة بيطلعوا فوق الدبابات ويتصوروا مع الجنود ويبوسوهم الى اخر ذلك النهاردة وبعد التسع شهور اللي مروا دولي او الاكتر حتى احنا سنة هي مرت الشعب بدل ما كان الجيش والشعب ييد واحدة في بعض ناس مش اقول كل الشعب بس في بعض ناس بيقولوا يسقط يسقط حكم العسكر ده يفيد ايه انه شعبية الجيش تراجعت خلال الفترة دي التراجع ده اكيد مش من فراغ يعني اه في بعض ناس تصريحاتها قوية تجاه الجيش بس برضو كان فيه اخطاء في ادارة المرحلة الانتقالية كون ان الجيش عمل تعديلات دستورية وخلى انه بدل ما يبقى زي اي دولة بتعيد بناءها ان نتكلم في دستور اولا لان هو الاساس اللي بيبني عليه انه خلى الانتخابات اولا كون ان الجيش لما جيه عمل اللجنة الاستشارية الاولى بتاعته عشان تعمل التعديلات الدستورية كانت الاغلبية العظمة منها من طيار واحد بس طيار الاسلام السياسي وما حطش فيها باقي القوى السياسية فطبعا اللي كانوا مسيطرين على اللجنة دي بنوا خارطة طريق بما يخدم سيطرتهم على البلاد التعامل الامني الخاطئ مع معظم الاحتجاجات اللي كانت موجودة تصوير بعض افراد من افراد الجيش وهم بيضربوا شباب او ده بالنسبة لي انا خطأ تاريخي انك تحط الجيش المصري اللي اقصى منه يحمي الشعب في مواجهة مع الشعب مهما كانش الجيش تم استفزازه البدلة اللي لبسها كل عسكري وكل يعني ضابط من ضباط الجيش تقتضي التصرف في ظل سيادة القانون فما ينفعش يطلع حد يقولك استتم استفزازنا وإلا تفرض انا استفزت واحد من الجيش ركب طيارة حربية هل هيضربني مثلا بيها فأكيد حصل اخطاء الاخطاء اللي حصلت دي لا تنم عن مؤامرة انا مش مؤمن بما يعني يتم اشاعته ان الجيش عايز يعود في السلطة وان وان ولما بنعود مع بعض قيادات الجيش بيؤكدوا على ده وفي الحقيقة ما ظنش ان هم عايزين يعودوا في السلطة لكن اللي اكيد موجود انه المستشارين بتوع الجيش في مشكلة ما في الطريقة اللي بيفكروا بها القرارات اللي بتطلع من الجيش في ادارة بالذات الازمات اكيد فيها خلل لان نتيجها كلها بتبقى اسوأ يعني بتنتقل بينا من وضع سيء الى وضع اسوأ وبتنتقل بصورة الجيش من صورة فيها اشياء سلبية لصورة اكثر سلبية فده يفيد انه اكيد في مشكلة في طريقة في طريقة الادارة اللي انا بتمنحك تان ان الجيش المصري بدل ما يعول على فصيل واحد بس ويشوف ان الفصيل ده هو اللي هيهديله الشارع زي ما كان معتقد في بداية توليل المرحلة الانتقالية ان الطيار الاسلامي هيهديله الشارع انه يشتغل اكتر على الشعب المصري كله وانا بقول للجيش المصري لو حققت مطالب الشارع المصري والشعب المصري اولا هيتخلص من انتهزيت وابتزاز بعض الطيرات السياسية الإسلامية ليه هيرجع تاني صورة الجيش المصري اللي ما كانت عليه وقت تنحي الرئيس السابق وفعلا هينتقل بنا إلى انتقال سلمي للسلطة إلى أيدي مدنيين لكن لو استمرت الإدارة كما هي عليه العواقب بتاعتها مش هتكون تحمد وهينتقل الجيش من وضع سلبي في عقول يعني عدد من المصريين ما هواش قليل إلى وضع أسوأ الكلام اللي قلته ده بقى لا يعني إسقاط الجيش ولا يعني مع كل الكلام ده مازالت مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة لأن المتمسكة ولا بد أن يحفظ عليها كل المصريين لأنها يعني ربنا عافينا من كده لو سقطت مصر كلها تسقط لا ما فيش سقوط الجيش ده حامي الوطن يعني ده حاجة غير دوره كرئيس الدولة عسان كده بنقول أنه لازم يكون الدعاوة سواء حتى من الصوار يكون فيها هذه الوسطية إنه الجيش ينتقد إذا أخطأ وإذا أخطأ بعض أفراد في الجيش أو حتى قيادات تحاكم لكن ما فيش حاجة اسمها يسقط الجيش أو أنه يسقط حكم يعني حتى الجمل تبقى أوضح تبقى أوضح من كده حتى فكرة يسقط دي برضو عشان الناس تسمعها الصوار لما بيقولوها أصدهم أن الجيش يتراجع شوية خطوتين عن الإدارة السياسية للبلاد وليس عن الوظيفة الأساسية اللي بيؤديها حماية البلاد ضد المخاطر الخارجية وحماية ما يسمى بالشرعية القانونية داخل البلاد لحينما يتم بناء مؤسسات الدولة ختاما كده يا أستاذ محمد برضو النخبة السياسية ملامة جدا لأنهما الناس شايفة أنهما ما وقفوش جنبوهم في أي من الأحداث اللي ذكرناها مكانش يوم تصريحات كده تشفي غليل الناس مكانش يوم موقف سياسي يحسس الناس أنهما دول الناس إحنا هننتخبهم أو انتخبناهم أو اللي هيعبروا عننا في الفترة اللي جاي وده بقول النخبة السياسية بكلم على معظم الأحزاب بأن ما كانش كل الأحزاب السياسية اللي بتشتغل على الساحة تعليق حضرتك إيه؟ إحنا عندنا طرفين عندنا الشعب والشعب مش فارق معاه كل الجداليات السياسية اللي بتتكلم فيها القوى السياسية وإنما اللي فارق مع الشعب إن أحلامه اللي نزل يوم 25 يطالب بيها تتحقق العدالة والحرية والديمقراطية وإلى آخر ذلك أيا كان وسيلة الوصول لها إيه؟ أيا كان هل يطرى وده الأصح إن الدستور أولا هو الحل ولا ننتخب رئيس الأول زي ما بيقولوا دلوقتي كل ده لو اتعامل ومطالب الشارع ما تحققتش الشعب هينزل تاني للميادين فده الشعب القوى السياسية مع الأسف في معظمها بتمارس العمل السياسي مش من منطلق مصالح الشارع ومصالح الشعب وإنما من منطلق المنافسة السياسية للوصول لأكبر مكاسب ممكنة من السلطة وعدد مقاعد البرلمان وعدد الحقائب الوزرية هل يطرى هم اللي هيشكل الحكومة أو لا وده اللي غالب على خطبهم وبالتالي هتلاقي دايما معظم اجتماعات القوى السياسية ومعظم تصريحاتهم حتى اللي بينحازوا فيها تجاه المطالب الشعبية بيبقى دايما الهدف من وراها هو الوصول لتعاطف الشارع عشان نوصل لإيه؟ لأنه هو ينتخبنا أنه هو يدينا مقاعد أكتر إلى آخر ذلك وده على فكرة مش فصيل واحد من القوى السياسية يعني الإسلاميين والليبراليين واليساريين في معظم الأحوال كده اللهم إلا عدد قليل جدا من السياسيين ومن الأفراد الأفراد اللي ممكن يكونوا بيشتغلوا على مصالح الشعب لو حصل أن القوى السياسية دي استمرت كده استمرت مش مشغولة غير بمكاسبها السياسية ومشتغلتش على تحقيق مطالب الناس وخدمة الناس النهاردة لما نزلت أنا الميدان في بداية أحداث مجلس الوزارة كان فيه ناس بتجيني تكلمني تقولي على فكرة أنت لازم تستقيل من البرلمان فقوله ليه بتقول كده ده أول خطوة للحكم الوصول الحكم المدني يقولك لأ مأسد ده برلمان مش هيبق ليه تأثير يعني إيه؟ يعني أنت كقوى سياسية أو كمؤسسات إذا ما اشتغلتش على مطالب الناس الناس هتكفر بدور المؤسسات في تحقيق مطالبها وتطلع دعاوة زي اللي انتوا تسمعتوها مؤخرا اللي فيها شيء من التطرف أنه لازم نسقط الدولة أنه لازم نعمل كذا عشان كده بنقول لو ما اشتغلناش كقوى سياسية على مطالب الناس مع الأسف هيكفروا بينا أستاذ محمد أبو حامد متفائل متفائل والآن متشائم لا متفائل جدا لأنه دي بلدنا محدش هيقدر يسرقها مننا وبكل ما قوتينا من قوة هنمسك بحقوقنا في بلدنا سواء بقى إسلاميين سواء مجلس عسكري أي أن كان مين الطرف اللي احنا بنتكلم عنه احنا وراء مطالبنا إلى أن يتم تحقيقها أستاذ محمد أبو حامد عضو مجلس شعب عن دائرة أسر النيل المنتخب شكرا جزيلا على جودك معنا وطبعا نائب رئيس حزب المصرين أحرارنا ورطنا وبالتوفيق هنقوم متاظرين فعلا سنة 2012 تجيب لنا خير كده إن شاء الله مرسية فإن وراء شكرا فإن خلصت الحلقة النهاردة ويا رب يا رب 2012 نبقاش فيها مشاكل وكل أهداف وأحلام بقى الثورة تتحقق خلال السنة الجاية خلصت الحلقة وصباح الفل